كمان يمكن المتوصلين معك يا كابتن هايسم يعني في لقاءاتنا اليوم وفي تخت Ivana الخاصة وحصرية على شاشة تقناة النادي الاهلي وكمان يعني معنا في هذه اللحظات الكابتن علاء ظهران طبعا ابنه كابتن علاء ظهران عدو مجلس دارة التحاد كرة السلة السابق هو واحد من النجوم يعني كرة السلة في النادي الاهلي يعني. كابتن علاء طبعا برحب بحضرتك على شاشة تقناة النادي الاهلي واكيد برحب كمان بعمر تعالى يا عمر وكيد براحب طبعا بإمناك عمر أهلا بحضرتك وأهلا بكابتن هيسم السعيد بقناة النادي الأهلي بضيوف الكرام اللي موجودين هناك سلامي ليوم كتير ودائما ده اللي تعودنا من قناة النادي الأهلي إن هي موجودة في كل حدث يعني كابتن عليك طبعا إحنا شايفين حضرك النهار ده كنت حريص على إن أنت تكون متواجد في مباراة اليوم وطبعا تدعم عمر ويتشجعه وكمان تدعم جميع يعني لعيب النادي الأهلي في الفريق هو طبعا بلا شك طبعا بدعم عمر أبس أولا إحنا ندعم النادي الأهلي كلنا أهم حاجة عندنا النادي الأهلي يكسب ربنا يكرم عمر أنه يكون سبب من أسباب الفوز للنادي الأهلي أي حد من أبناء النادي الأهلي يساهم في فوز فرقة الباسكت كلنا بنرفع له قبعة وأنه بكلهم صبورت في ظهره يعني كابتن عليك شايف حضرك النهار ده جميع العيب النادي الأهلي إزاي وشايف المباراة النهار ده إزاي كمان يمكن بنلاحظ أن مستر أجاصي إبوشي من فترة الماضية أنه هو بيساعد يعني لعيب النادي الأهلي من قطاع الناشئين بيعتمد عليهم بشكل كبير زي ما حداك قلت ما ما اعتمد على العمر النهار ده في المباراة وعمري كمان قدم أداء مميز جدا طوال المباراة والله هي شجاعة من كوتش إغوستي أنه بيعتمد دايما على الناشئين يعني أنا شايف أن كل اللعيبة في مصر كلهم قريبين من بعض والمستوى كله متقارب هو عنده الشجاعة أنه هو يدفع بالعيبة الناشئين أنا شفت في بطولة القاهرة كان دفع بعمره وكان دفع ببيبو برضو ابني برضو النهار ده هو محمود وليد موجود بيدو موجود فدي شجاعة من أجوستي أنه هو يدفع بالناشئين وده اللي احنا نتمنى دايما من المدرب لازم أولاد النادي يكونوا موجودين ولازم تدفع بيهم عشان يكتسبوا ثقة لأن انت هتحتاج لهم ما تحتاج لهم بكرة الولاد دول هيكبروا هم الأساس والدعام للدرجة الأولى بالفعل يا كابتن عمر بابا موجود النهاردة وكان طبعا بدعمك في المدرجات قالك إيه قبل المطش النهاردة قالي زي كل مطش أركز أعمل عليك كل واحد في الفرقة بيعمل شغله أنا كان شغلي المحترق في النهاردة أمسكه كويس ما يجيبش سكور زي كل مطش وبيعمله في الفرقة التانية بس كده دايما كابتن علاء بنصحك بإيه يا عمر ألعب زي يعني مفروض لا والله أنا دايما بقول العمر يعني دايما نخلي مع ربنا دايما نصلي ودايما يكتهد في تمرينه وربنا يوفى في الآخر من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فطول ما أنت بتعمل الشغل بتاعك ربنا يوفائك بإذن الله على طول عمر طبعا كلمني عن أداءكم النهاردة قدام نادي الزمالك يمكن طبعا في الأول يعني التوفيق ما كانتش مع نادي الأهلي ولكن قدرتوا أن أنتوا في الكورتر الثالث والرابعة طبعا يعني تتفوقوا على نادي الزمالك طبعا كل أعرف أن ده مطش مهم أهلي وزمالك مطش جرب يعني كل الناس بتفرج عليه وكنا قبل مطش من جهازينه قبل يابيون كمان وكنا عارفين أن مطش صعب مش هيخلص من الأول مساكنا في الفرصة في دينا نمش معهم واحدة واحدة غيرت ما عمنا عليهم ليده وكسبناهم في الآخر طبعا يا عمر بأتمنى لكم التوفيق الفترة اللي جاية وأكيد بشكر حياتك جدا طبعا يا كبتن علاء مسي جدا الحضرة بس أنا حابب برضو أوجه شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وقطع النشاط الرياضي في النادي الأهلي كان فيه قرار بالنسبة لحضور الجمهور في مطشاط الاهلي وزمالك كان قرار مجلس إدارة بعد حضور أي حد من الجمهور أنا النهاردة تفرجت على المطش من داخل الصالة فعلا ما كانش فيه زي ما هم كانوا متفين 20 فرض بالزبط وأهل من 20 فرض فأنا بحترم مجلس الإدارة وبحترم النشاط الرياضي إنهم بينفذوا الكلام ده شكرا مسي جدا يا كبتن علاء مسي جدا يا كبتن عمر مسي طبعا يا كبتن هيسم كان لقائنا مع الكبتن علاء زهران طبعا واحد من النجوم النادي الأهلي السابقين وطبعا أيضا يعني عضو مجلس الاتحاد لكرة السلة السابق وأكيد ابنه عمر زهران لعب النادي الأهلي أكيد بشكرك جدا يا كبتن هيسم والآن لعودة مرة أخرى للستوديو سلاح حامد بنشكولك شكرا جزيرا ولقاء مع الكبتن كبير علاء زهران نجم نادي الأهلي السابق وابنه طبعا عمر زهران اللي بلعب في فريق وأجيال بتسلم أجيال وهو ده نادي الأهلي يا كبتن علاء وخلينا أقول إن احنا نتمنى إن شاء الله زمن نادي الأهلي كان هنا ملتزم باللوايح والقوانين وحضور 25 فرد بالتمام والكمال المذكورين في قائمة الاتحاد المصري نتمنى إن شاء الله يكون كل الالتزام من كل الأندية بهذا الشكل حتى يعني تقام المباراة في شكل يعني ودي وفي شكل جميل يعني ما بقاش فيه أي مشاكل زي اللي حصلت الفاتحة